مهندس معماري اختطف الاضطراب الجيني ربما بعض من جينات طارق أو ضعف منها لكنه لم يستطع أن يختطف حلمه بأن يصبح مهندسا معماريا فطارق واحد من عشرات الأطفال المصابين بمرض التوحد الذين التقيناهم هنا في جمعية أطفال عدن للتوحد لهم شأن خاص ومعاملة فريدة على الرغم من عدد الجمعيات التي تهتم بمختلف أنواع الإعاقات والإحتياجات الخاصة إلا أن هذه الجمعية تبدو الوحيدة متخصصة وتقدم رعاية نوعية لأطفالها ومع ذلك لا تجد هذه الجمعية أي اهتمام من قبل الجهات الرسمية الجمعية دي ما عنديش أي مورد مالي يعني لا توجد لنا ميزانية شغلية من الساعة من بوضعنا لحد الآن مجرد الرسوم ندفعها نحنا كأولياء أمور هنا تتعدد أنشطة القائمين على رعاية وخدمة الأطفال ومحاولة تقديم كل ما يناسب حياتهم حتى يستطيع المجتمع تقبل اختلافهم وإدماجهم أيضا فيه جمعيتنا قائمة أساسا على فكرة تقديم الخدمات من تأهيل وتعديل سلوك الأطفال التوحد وقعلهم أشخاص فعالين في المجتمع وضمقهم في مجتمعاتهم وقعل الآخرين يتقبلون أطفال التوحد إذن ليس أنشتاين ولا نيوتين كما يقال من تقاوزوا أعراض التوحد بطفلتهم ليحدثوا أثارا بهذا العالم فالطفل طارق لديه الكثير ربما ما ينتظره من أحلام أو ننتظره نحن في المستقبل لم يجد أطفال التوحد مراكز حكومية متخصصة ولم يجد بعض أولياء الأمور سوى إنشاء هذه الجمعية المحتاجة لمزيدا من التطوير لاستيعاب حالات أكثر في المجتمع مروى العزاني قناة بلقيس عدن